إلى دائرة التأزيم اتجه مؤشر العلاقة بين وزير التربية والتعليم العالي دكتور بدر العيسى وعدد من النواب عقب التلويح بدفع الوزير نحو منصة المسائلة السياسية على خلفية تفسير حكم الدستورية بشأن قضية منع الاختلاط ففيما أكد العيسى أن الحكم الأخير لم يمنع الاختلاط وأنه سيوفر على الوزارة ما يقارب خمسين بالمئة من نفقات بناء مباني جديدة مزدوجة كما أنه سيقصر سنوات دراسة الطلاب إلى أربع سنوات بدلا من خمسة دعا في المقابل النائب حمود الحمدان وزير التربية إلى قراءة قانون منع الاختلاط جيدا والذي أكد مبدأ الفصل بحسب النائب الذي طالب الوزير بضرورة تطبيق القانون بالشكل الأمثلي والمتكامل حسب النصوص الواضحة في فصل الطالبات عن الطلاب في سائر المرافق الجامعية